في الأول بدأ مجلس أو استمع مجلس النواب اليوم لخطاب الموازنة وناقش مضمونها الشكل المعتاد الموازن الماشي هل من تعديل في التفاصيل أم جرسات ونقاشات وتصويت والموضوع وقت وكلام لا أكثر أبرز ما جاء بداية في جرسة اليوم متابعه سوية لقد جاء إعداد هذه الموازنة في خضم الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة لترجمة متطلبات الإصلاح ضمن رؤية وطنية شاملة للتحديث الاقتصادي ووجه جلالته أن تكون الرؤية تضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل المستدام الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة للأردنيين والأردنيات وتوسيع الطبق الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين اللهم أني أعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال فهذه الموازنة قهرة الرجال والنساء والأطفال والله هذا خطاب استفزازي لدرجة مرتبة الشرف أولاً الوزير ابتدأ وقال لنا بتحدي واضح عدم رفع مستوى الوعود كأنه أنت يا نواب شو أبكوا تحكوه؟ مش راح نرفع مستوى الوعود لأنه اعتقدوا جازمين أن الموازنة يعتقدون جازماً أنها ستمر خطاب فيه إنشاء درجة عالية ورومانسية وذكر الوزير قرارات تسكينية فأقول للحكومة كل الحكومة لأنه حكى بلسان حكومة لم يبقى وصفة طبية لتسكين المواطن الأردني إلا استعملها بسبب الفقر والجوع والحرمان وخلو هذه الموازنة من أمل بزواء الرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وكل الفئات ولم يرد فيها بل دعموا سلطة المياه ودعموا شركة الكهرباء الوطنية التي توقعت اتفاقها مع العدو السوني بمبلغ 838 مليون معالي وزير المالي له كل الشكر والتقدير مثل ما قال المثل عند الختيارية هل بالقدر تطلع المغرافة اللي عنده حكى لأنه عارفه أعتقد والعلم عند الله والله أعلم لن يستمر في هذه السنة في الحكومة الحالية أو القادمة الله أعلم خذ مثالا على ذلك في أوائل أبو فراس في أوائل ألفل لا لا هاي ما بسمح لك فيها تحكي على الوزير مقدر ومحترم أنا بقول مقدر الله يعينه على هو فيه أنا قلت اللي بالقدر والدير المغرافة أنا بشكر فيه جهوده مشكورة نعم نعم مشكورة بالعجز والمديونية ولا عند الوالدين مشكورة إذ لم تتحقق نسبة نمو جيدة لن يكون هناك زيادة في المشاريع الرأسمالية التي تتيح لجلب المشاريع وبالتالي خفض البطالة البطالة حسب هذه الموازنة إذ لم تبقى على حالها سوف تزيد في المستقبل وبالنسبة أيضا اعتماد الموازنة وتحدثنا سابقا معالي الوزير المالية بأن الضرائب المباشرة والمرتفعة على كاهل المواطن وعدم المسواة وعدم مراعاة الفرقات الدخل ما بين المواطنين هي ضريبة يعني بدي أحكيها بين قسيان حرام لأن حتى المغرفون طفوا بس حكيت حرام أبو اتفضل احكي بأنها مجحفة لأن المواطن صاحب الدخل المتدني يدفع نفس الضريبة التي يدفعها المواطن المقتدر وعليه فأني قلت لك معالي الوزير بأن في الموازنة السابقة إذا حققت نسبة النمو 2.5% سوف أحملك على أكتافي من خارج وإذا تتذكرها وأدخل بك لهذه القبة ولم تنحققها واليوم إذا حققت نسبة النمو هاي أنا بدي زوجك واحدة من خلاتي اللي مكمة مجازة يا محمد شو الحكي يا سيدي خليني يا سيدي براحتي يا سيدي نحن بنا نشجعه بنا نشجعه لا تشجعه يتوجعه نعطيه حوافز سيدي ورحب بضوف الكرام الحديث أكثر حول الموازنة العامة وكيف سيناقشها النواب وما سيكون في قادم الأيام ورحب بضوف دكتور نمر سلحات رئيس اللجنة مالية نيابية مسأل خير أهلا 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 ورحب بعض المجلس النواب أستاذ خارد أبو حسام أستاذ خارد أهلا بك دكتور نمر وأنا بدي عشان أبدأ معك بصراح موازنة ووضع صعب وهذا كنا فاهمينه وكل سنة بنسمعه بسؤالي الأول اليوم هل موازنة اختلفت عن سابقاتها برأيك ولا كانت نفس كلامي الانشار منشه في كل سنة سيدي وسائل خير لك ولزميلي خالد أبو حسان أقوى المحترم لجميع المشاهدين رح نبدأ بملامح الموازنة بعدين بنحكي هل اختلفت أولا لا الموازنة عندنا يعني نحب نسمع المشاهدين في عندنا الموازنة إرادات ثمانية مليار وسبعمية وسبعة وستين إرادات محلية في عندنا منح ثمانمائة مليون المجموعة تسعة مليار وخمسمية وتسعة وستين هاي الإرادات النفقات تسعة تسعة مليار وثمانمائة وتسعة وثلاثين مليون وفي عندنا النفقات الرأسمالية مليار وستمائة مليون المجموعة 11 مليار واربعمية وواحد ثلاثين مليون هاي مجموعة النفقات بالتالي العدز المتوقع رح يكون مليار وثمانمائة واثنين وستين مليون هذه الموازنة هل هي نفس الموازنات السابقة وفي بعض الأشخاص بحكي كوبي بيس الموازنة هاي للدولة الأردنية وصلها ميت سنة الموازنة بدها تتكرر رح يكون فيها أشياء متشابهة لكن لو كانت موازنة سفرية بد يكون فيه إشي جديد على موضوع الموازنة هذا منحكي بالموازنة بشكل عام الموازنة السنة فيه عجز ما اختلف عن السنة السابقة ما اختلف عن السنة اللي قبلها ارتفعت النفقات إلى 11 مليار واربعمية وواحد ثلاثين سيتم مناقشة الموازنة باللجنة المالية بشكل تفصيلي متى رح تبدأ؟ رح تبدأ غدا الساعة الثانية عشر ظهرا رح نبدأ بالفريق الاقتصادي للحكومة نبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا ومن ثم هناك برنامج حتى ينتهي نقاش الموازنة الموازنة وانت تعلم اخي دستوريا لا يحق لنا إلا تخفيض بأرقام الموازنة سيتم دراسة الموازنة بشكل تفصيلي مع كل الوزارات و جميع البنون وإذا ارتأينا كلجنة مالية هناك بند فيه زيادة سيتم تخفيضه لمصلحة الموازنة العامة وهذا يخفض العجز الحم يعني رح تخفض الموازنة إذا وجدنا بنود يجب أن تخفض هناك نفقات زائدة يجب أن نخفضها هذا واجب على اللجنة المالية أنها تخفض هذا المبارع يعني رح تخفض الموازنة ما هي إلا فيها زيادة عشنا نتفق أنويات نحن نحكي بصراحة سيدي أنا ما بقدر أجاوبك اليوم ما بقدر أقول لك آه الله منخفض الموازنة ومننهي الحديث بس أنا هذه دراسة رح نوخذها بنود كل وزارة لوحدها كل هيئة لوحدها إذا وجدنا هناك أي بند فيه زيادة من النفقات سيتم تخفيضه ما في نقاش بهذا الحديث أستاذ خالد طيب رأيك إحنا تكون سنة بتقوله بنا نخفض وإيش يخفض كثير شوي وإش يخفض شوي شوي صح بحكي بصراحة أنا والله اليوم بحكي بأمانة هادي آرطة الدولة الأردنية بهذا العام ومنقول عام صعب وبيني وبينك عشان نحكي بصراحة اليوم إذا قلت لأردني السنة صعبة شو بدي قول لك كل سنة الماضية ما أنتو السنة الماضية صعبة كل يقابلها صعبة والعشر الماضيات صعبة والعشرين الماضيات صعبة والثلاثين صعبات السنة صعبة تحملونا إذن يعني بداية مساء الخير أخي محمد جميع مشاهدين أخي الكرام أنا شوف بطبيعتي أنا رجل متفائل دائما كويس و أتطلع دائما لتحويل التحدي لفرص لأنه من هناك إحنا منخلق النمو منخلق بكون في تفكير خارج الصدوق نظل نفكر بالطريقة التقليدية رح يظل الوضع صعب موازنة أنت سألت الدكتور نمر و الدكتور نمر هو رئيس اللجنة المالية من جل و من احترمه نالله سلم و ثقتنا فيها عالية نالله باركي الموازنة من حيث الشكل اختلفت طبعا اليوم عندنا موازنة مختلفة عن سابقاتها اليوم عندنا موازنة بتضم الوحدات المستقلة زائد موازنة الحكومة إذن اليوم اتغير المسمى كانت موازنتين صارت موازنة واحدة آآ كويس دمجنا ملفات حطينا ملف تحت ملفوسة منها و غيرنا بالظبط بحيث الشكل بحيث الشكل بحيث المضمون لسه في عنا عجز و عجز مستمر و الخوف من المستقبل انه هذا العجز احنا عنا مليارين تقريبا و المتوقع مليار و ثمانمية لكن هو انا بعتقد راح يوصل مليارين و السنة الجاي راح يكون عنا مليارين و اللي بعديها مليارين يعني خلال خمس سنوات راح يكون عنا عشرة مليار و عنا تقريبا ديان 40-45 مليار 55 شو شكل الدولة احنا وين رايحين اذا اليوم لابد وضع حدود لتغيير شكل الموازنة لتغيير مداخيل الموازنة اليوم الارادات اللي احنا انا بقرأ الموازنة هي عبارة عن ارادات ونفقات ارادات عندي الارادات 8 مليار مع المنح 9 مليار و 500 مليون فقط عندي النفقات الجارية بتشكل من الموازنة 82% وخدمة الدين العام اذا اليوم ما عندي مجال بالموازنة اني اتحرك الموازن اللي عم تيجيني عم تروح رواتب وخدمة الدين عام والباقي نفقات تشغيل للحكومة ورق قلام كهرباء سيارات مصاريف هذا هو الباقي لما اتطلع انا بدي اتطلع انه هل يتغير شكل الموازنة بدي اتطلع على اشي اسمه النفقات الرأسمالية لانه هذا اللي ممكن يخلق للنمو اليوم اتفألت انا طلعت الصباح لقيت مليار و 591 مليون النفقات الرأسمالية لكن لما اتدقق بالرقم كمان تطلع 778 مليون مشاريع مستمرة 550 مليون مشاريع قيد التنفيذ مشاريع جديدة 262 مليون هن هذول اللي بدهن يحقق النمو المنشود و بدهن يخرجنه من الضائقة الاقتصادية رأيك باب خدور انا باعتقادي انه اليوم احنا بحاجة انه نفكر خارج الصندوق و اليوم في عنا رؤية اقتصادية اطلقها جلالة الملك باعتقادي انه لازم نطلع عليها بشكل كبير على القطاعات اللي حددتها 37 قطاع و حددت 8 محركات و نشتغل عليهم اليوم في عنا احنا في ظل الترهل الاداري يعني عم نعيش و انا بدي احكي بكل صراحة و واقعية و اللي بدي يزعل يزعل و اللي بدي يرضا يرضا عنا ترهل اداري عم بنعكس سلبا على الاقتصاد و اساس الاقتصاد اذا احنا بننشد النمو يجب بداية انه نوقف الترهل الاداري الموجود معظم المستثمرين اللي عم بطلعوا معظم المستثمرين اللي بعزفوا انهم يجوا لعنا ليه؟ لانه في عندك برقراطية موجودة بالادارات الحكومية عالية جدا احنا اكثر من هيك اليوم عشان نتعرف احنا احنا انا بحكي لك بالاشي اللي ممكن يكون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد يا استاذ خارد اليوم المستثمر خايف تردد طبعا خايف من ايش وتردد من ايش و فوق هذا تجي المعاملاته بتنام احد المستثمرين عشان موافقة بالجلسرة السنين صحيح فلذلك اليوم اي مستثمر اذا من نيجي نحكي على القوانين الضريبة انا باعتقاد اليوم النظام الضريبي اصلا عندنا غلط اليوم لما يكون عندي انا اراداتي من ضريبة المبيعات اربع ونص مليار و ضريبة الدخل مليار و خمسمائة مليون او مليار و ثلاثمائة مليون تقريبا هذا اختلال واضح هذا تشوه واضح بالضريبة اليوم الاصل بالضريبة بالدستور الاردني الكل تكون تصاعدية طب اليوم وصلت ضريبة المبيعات من الارادات تقريبا اكثر من خمسين بالمية باعتقادي هذا خطر اليوم لو المسمى تغير صارت ضريبة الدخل عندنا اراداتي اربع ونص مليار و ضريبة المبيعات مليار ونص انا باعتقد انه الاقتصاد الاردني بيكون اقوى اقتصاد منيع بالمنطقة ليش لانه اليوم اللي بربح بدفع واللي ما بربح ما بدفع واللي ما معه ما بدفع اليوم لما تقولي ضريبة المبيعات اللي برمثة بدفع نفس اللي بيعبدون نفس المواطن الفقير بدفع نفس الغني اذا اليوم هاي ضريبة غير عادلة بأثرت وشوهت شكل الموازنة فلذلك اليوم اذا احنا بدنا نشتغل علينا فعليا اليوم يكون انا بحكي بشكل عام ما بحكي عن الموازنة هاي لان اليوم احنا مثل ما تفضل الدكتور نمر احنا محددين بالدستور احنا بقدر اخفض ما بقدر ازيد شو بدك تخفض بتخفض رواتب الموظفين بطبع ما بتقدرش تخفض طب يتخفض يعني ما تدفعش البنزين تبع سيارات الحكومة ولا تدفع الانارة ولا تدفع قلام ومصارير هاي هي موازنتنا بس ماذا ندفع بنزين الحكومة يعني اللي هو موجود يعني كيف تتحرك السيارات فضل اذا اليوم حرك يتحرك ولمين يا سيدي اذا اليوم عنا مشكلة كم سيارة حكومة بشي ما ماشي بالليل؟ هلا في عندك تجاوضة جاوبني هذا هو التراهل الاداري اللي انا عم بحكي عنه لا بحكي لك اليوم السيارات ماشي هذا كمان مش مقبول انت بتشوف بالليل رايح شغل يوضح هذا هو معانيك بالتراهل الاداري مين مين واليوم احنا منحكي على هذا التراهل اللي قاعد بصير يجب ضبطه اليوم سيدنا حكى بأكثر من مجال بأكثر من موقع انه اليوم بدنا اعادة هيكل حكومية بدنا ثورة بيضاء بالادارة الحكومية عشان نسأل للمكتغ نسأل للمو عشان ما ظن نرجع لبرا سيدنا نعترف احنا بشي انه الظروف الاستثنائية هاي جائحة كارونا قبل سنة والحرب الروسية الاوكرانية هاي موجودة اثرت ارتفاع ارتفاع البطالة ارتفاع معدل التضخم بلدان كبيرة وعظمى وصل التضخم فيها ثمانية بينما بلوردن اربعة و بوينت اثنين يعني انا بقول ما دقة الرقم عليها سؤال يا دبتون لا 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 ما بدي دقة الرقم بس خليك معي حتى اوصل فكرتي هذا الارتفاع الاسعار عالمي انا ما بدافع عن حكومة ولا شيء بس انا بشوف اللي موجود بالقراءات ارتفاع الاسعار هذا عالمي و موجود بجوزة و احنا من العالم بدنا نتأثر بهذا شيء لكن انا يعني بدي اركز على نقطة انا بدي اركز على التشاركية بين الحكومة و القطاع الخاص لو كان فيه تشاركية و فعال بشكل كبير بالمحافظات مثلا عجلون التنفريكي الموجود اي محافظة بتقدر تستثنف انا بلنا عليك كم سنين ان نحكي عن الشراكة ما هو احنا بدنا اياه هذا هذا جلالة سيدنا بالاوراق النقاشية بخطاب العرش بكل محافله بدنا تشاركية احنا بدنا تشاركية التشاركية و بعدين ما فيش تشاركية يا دبتون بدنا يسيد احنا منطالب احنا من ايد كلام جلالة سيدنا و نمشي وراه بدنا نطلب من الحكومة و احنا جهة رقابية كمجلس نوام بدنا تشاركية و لازم ما وينها و لازم نحيي المشاريع المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر هاي لازم نركز عليها تفتح فرص عمل و بتخلينا نشتغل بطريقة افضل طيب يادر انا بعد الفاصل بقل الفقر انا بديحكي لك شغل ما هو احنا نقول نقل البطالة ما رح تدل لانه انا تحكي عمالك عم 200 و 60 مليون دينار مشاريع استثمارية جديدة صحيح 262 هاي مشاريع استثمارية جديدة شراكة من قطاع حكومة و قطاع خاص حبر على ورق لا تجد لها و مكانا في اي مكان اسأل اي واحد في القطاع الخاص في شراكة بقولك لا اسأل اي قطاع خاص في شراكة بقولك لا كيف محمد انا يسأل بعد فاصل نبحث اكثر في هذه التفاصيلة قد تنعش الوضع الاقتصادي عام 23 فاصل و منتو من واصل قوموا معنا نواصل حوارنا و ضيفنا الكرام و توقفنا عند ما ذكروا دكتور نمر في موضوع الشراكة و في موضوع ماذا يمكن نفعل في هذه الموازنة ماذا يمكن ان نصنع الاقتصادنا في هذا العام بصراحة اقول لك اليوم انت هاي الموازنة موشرة اقتصادك سيدي مستثمر فال صح قل لي اه لا رأيك انا بسمع رأيك يا دكتور و انا اطلع لي من الرئاسة اللجنة المليونية بي و قل لي رأيك يا دكتور جامعي اليوم بيئتنا مشجع الاستثمار اه لا يعني هو في مستثمر هارب من البيئة الاستثمارية لأسباب عدة بجوز بهذا المكان ما بنقدر نذكرهم لانه موضوع بصير متخصص بالاستثمار و بموضوع المستثمر في مشكلة في مشكلة ما اروه من يقول ولما في مشكلة على المستثماري كما طلعوا برا بس في ناس انا سمعت من المستثمرين قاعدين بيرجعوا بيتمنوا انهم يرجعوا للأردن هذا يعني انا بسمعه سيدي احنا في رؤية اقتصادية تحديث اقتصادي هذا هذا الحكي رؤية جلالة الملك يعني احنا لازم ننفذها حكومة واحنا كمجلس نواب لازم نراقب عليها السنة انعكست على هذه الموضوعات انعكست بس بطريقة يعني انا ما حسيت هذه لما تنعكس بدأت تنعكس انها تعمل فرص عمل مثلا اربعين مليون مخصصات للشركات الصناعية دعم الصادرات الشركات اللي فيها تصدير واحد سبعين مليون لوزارة السياحة وتنشيط السياحة ميتين وخمسين مليون للناقل الوطني هل توجد فرص عمل مستقبلا يمكن هاي السنة هاي ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون بداخل الموازنة وهناك فيه شيء خارج الموازن يمكن يكون فيه منح يمكن قروض ثلاثمائة مليون هذه السنة كبداية وجلال سيدنا بآخر لقاء بالعقبة قال سيبدأ التنفيذ بهذا العام التنفيذ مفروض الحكومة تنفذ بطريقة دقيقة وانه هذه السنة بيكون فيه فرص عمل هذه السنة بيكون فيه مبلغ يعني ستمائة وخمسة وخمسين بإجمالي مع القروض اذا توفرت هذا لا يكفي بهذا العام لكن نبدأ خير من ان لا نبدأ هذا العام العام القادم لازم يكون فيه مبلغ محدد وعدد فرص محددة ما فيه مجال نحن نحكي لأنه فيه مليون فرصة لعشر سنوات يعني بالسنة مئة ألف فرصة هذه المئة ألف فرصة لازم يشعر فيها المواطن الجهات الرسمية البنك الدولي صندوق النقد الدولي يتكلموا عنه الأردن انه والله إيجابي بالاعتمان لكن احنا بدنا المواطن يشعر ويثق بالحكومة وبمؤسسات الدولة يحس انه حصل شيء من مؤسسات الدولة ومن الحكومة هذا ما نتمناه من الحكومة ونحن كمجلس نواب أنا وزميلي وأنا زميلي خالد تلزموهم أنا وزميلي خالد كرقامة لازم نلزم الحكومة برؤية التحديث الاقتصادي هذا ضروري هذا ما جلسنا والزملاء أنت تقولنا عكست بطريقة خجولة 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 جدا نعم صح نعم طيب يعني ما أعكس رؤية أنا رؤية عشر سنوات نعم وأعكسها في الموازنة بطريقة خجولة جدا شو المطلوب منها هذه الرؤية المفروض أنها خط خارطة عابرة للحكومة صحيح واليوم لابد من وجود خارطة عابرة للحكومات لابد من وجود برنامج تستند إليه الحكومات يكون عابر للحكومات اليوم إحنا منحكي عنا هدف بعد عشر سنوات كل سنة مئة ألف فرصة عمل كل سنة يكون فيه صرف أربعة ونص مليار على الخطة الاقتصادية على الرؤية الاقتصادية ومليار ونصف أعتقد من الحكومة وثلاثة مليار من القطاع الخاص هيبلشنا أول سنة فيش طيب اليوم ثلاثمائة وخمسين مليون هن اللي رح يوفرن مئة ألف فرصة عمل نحن نكون واقعين أن أردت أن تطاع طلب المستطاع اليوم أنا ما بحكي على الحكومة هاي فقط أنا بحكي على كل الحكومات نحن اليوم نحكي على تحديات مرقت فيها المملكة خلال الفترة الماضية وموجات بل بدأت من اللجوء السوري واثروا على الاقتصاد الأردني بعدين إجتنا أزمة كورونا بعدين إجتنا الحرب الأوكرانية جميع هذه النزاعات الأردن مش طرف فيها اليوم الصراعات الإقليمية الأردن مش طرف فيها بس الأردن عم بتفع فاتورة وللأسف الجهات الدولية عم بتدير ظهرها للأردن وكأنه في استقصاد أن الأردن دائما يدفع ثمن مواقفه السياسية فلذلك اليوم في ظل اللي إحنا عم نشوفه طيب سيدي أنت اليوم أنا عشان الضغوط على الأردن نعم أخي شارك القطاع الخاص المحلي اليوم شوف لا يمكن أن نحقق فرص العمل المنشودة إلا من خلال بأن نؤمن بأن القطاع الخاص هو شريك حقيقي ونقدم التسهيلات الحقيقية للقطاع الخاص بالتعامل القطاع الخاص من جاي يقول لك والله أنا بدي تخفض لي ضريبة القطاع الخاص جاهز يدفع الضريبة على القانون الضريب اللي عندك لكن القطاع الخاص بدك سرعة بالإنجاز إحنا ليش دائما القطاع الخاص سابقنا لأن القطاع الخاص بقدر عنده إدارة مرنة لكن اليوم الإدارة الحكومية الموجودة أو بحكي إدارة المؤسسات ومرة ثانية أنا ما بعلن الحكومة هاي أنا بحكي على مرة زمان كل الأزمنة اليوم في عندنا بورقراطية عقيمة لازم نبدأ بالثورة البيضاء بالإدارة الحكومية مشان نحس فيها المستثمر مشان نقول لك والله أنا معاملتي رفضتها أو وافقت عليها عطيني 15 يوم وهذا باعتقادي أنه بغانون تحسين البيئة الاستثمارية اللي احنا اشتغلناه الدورة السابقة كان فيه محددات وبتتذكر لما حكينا أنه لازم بعد 15 يوم يكون إذا ما أعطيته جواب يكون فيه موافقة عليه خلديك من أنت مشكلتك ما شون احنا مشكلتنا شهنتك في قانوية صارت الموافقة تطلع ب 15 يوم أنا أنا بقول لك صاروا يجنينوك فيما بعد الموافقة يسيري إذن اليوم في عندك بورقراطية وهذا اللي احنا بنعنيه أنا بعنيلك اليوم في عندنا بورقراطية شوف الأردن إذا بننيجي نحكي الأردن فيه ثروات طبيعية الأردن سياحي فيه عندك عدة قطاعات بتقدر من خلالها فعلا نتحقق النمو في الثروات والتعديل الثروات الطبيعية منها التعديل ما معناش قرار يا أصف بس خلينا أحكي لك شو عندك السياحة عندك السياحة العلاجية الزراعة كلها هاي قطاعات قطاعات واعدة لكن بحاجة قرار يا أصف خارد كلنا كنا طلاب مدارس كنا خارجين مدارس أردنية وإحنا من المنصغر إحنا منطقة سياحية وغنية في المعادن وعنا زراعة عنا كنز اسمه غور الأردن صح؟ صحيح من أي سنة؟ منذ أن وجدك هذه من مئة سنة ولا واحد فيهم اتطور صح؟ طيب معناش قرار لنروح لهاي السنة زراعة ولنروح لهاي السنة صناعة ولنروح لهاي السنة سياحة ولنروح لهاي السنة معادن أخي محمد اليوم إذا بننيزي نحكي على الثروات الطبيعية طول عمرنا نسمع لما إحنا كنا بالمدارس فوسفاتو بوتاس وفي عندنا نحاس وينه؟ وانتوا اليوم طلبت ترفعوا عليهم ضرائب هذول لأنهم بربحوا زيادة شيء؟ تعدوني؟ ها مش قلت ترفع عليهم؟ هو خالي مشتركات بسمح لكم؟ في عندك اليوم موقع جغرافي للأردن بربطك بكل الدول اللي حواليه قطاع النقل اللي موجود عندنا إذا بنشتغل عليه ومنحسن أداءه بتكون أنت نقطة الوصل بين المنطقة كلياتها هل هو قطاع أكثر قطاع عم بيعاني عندنا قطاع النقل؟ اليوم مش مستثمرين لا موقعنا الجغرافي ولا طبيعتنا الزراعية ولا موقعنا السياحي هاي كلها قطاعات واعدة بالاستثمار ممكن تقول ليش؟ أنا بأقول لك ليش؟ لأنه عملية الاستقطاب كانت للمستثمرين القوانين المعيقات اللي قاعدة بتواجه المستثمرين كلها هاي محددات أسألك سؤال في خارد هل هناك قرار في الدولة أني أنا بدي أشتغل سياحة وزراعة ومعادن؟ أقول لك وبيدي أشتغل زراعة وسياحة اليوم بدي أخلي هذا البلد وجهه سياحية ومنطقة زراعية عندنا قرار أنا بأقول لك إحنا لما نقول زراعة بيقول ما عندنا شمي لما نقول سياحة بيقول بس يا أخوان عندنا محددات هذا بقدر يأخذ ليزة وهذا بقدرش وهذا بدي وهذا بدي أخي محمد اليوم إذا بنا نحكي على إرادة سياسية نعم عندنا إرادة سياسية من لدن جلالة الملك والأكبر مثال على ذلك مبارح جلال السيدنا كان عم بزور مشاريع زراعية بالجنوب صحيح إذن اليوم القرار السياسي موجود وعندك صاحب القرار أطلق عدة مبادرات لكن اليوم الآلية التطبيق اللي قاعده إحنا عم نواجه مشكلة أخوي محمد بالتطبيق لا أستاذ خارد إحنا طلب من الحكومات المتعاقبة في موضوع الزراعة إنه الأمن الغذائي الأردني أولوية في غياء أول واحد حكي عن الأمن الغذائي من سنوات جلالة الملك كان متقدم على الجميع بالموقف شو فيه في الموازنة للزراعة يا أخي أستاذ خارد الزراعة ما عنا إشيرها إذا بدك نيجي نحكي إحنا هاي موازنة أحكي أرقام أعطي لي أرقام ما عنا إحنا اليوم 71 مليون السياحة بنعش السياحة في أردن يا دكتور أنت بتحكي على قطاع 5 مليار ومفروض إيراداته 71 مليون تسمح لي تفضل أنت قلت لي 71 مليون لتنشيط السياحة في أردن صح؟ تسمح لي بكفه قول لي آه أنا بدي أعطيك النفقات الرئيس مالية 262 مليون كلهم هلهم قادرات على توقيف قطاع الزراعة على الرجلية؟ فضل تسمح لي فضل يا دكتور أنا بدي أحكي بشفافية وليس دفاع عن الحكومة بعيد عن الحكومة خلي النقوة أنت اليوم بتحكي عن موازنة أنت بك تحسن عليها هاي الموازنة عشان أذكرك يا دكتور هي اليوم مقدمة من الحكومة من مجلس النواب في اللحظة اللي راح تقروها عشان اتفق أنا وياك في اللحظة التي تقرها الأجنة مالية ومن ثم يقرها من جلس النواب وستقر بسي مسؤوليتكم صحيح بس أنا بدي أحكي بشي إحنا ما ننكر أنه فيه إشي عالمي يعني كورونا مين ما يعترف أنه والله القطاعات الضررات الضررات القطاعات وضررات دول وضررات هذا موجود يعني خلال السنة العشرين موجود الكورونا وتأثرت بالواحد وعشرين بعدين فيه مشكلة اقتصادية صارت اللي هي الحرب الروسية إحنا الدول اللي المجاورة الدول الكبرى متأثرة بالتضخم ومتأثرة بالله وبالتالي الأردن جزء من هذا العالم يعني بدي يتأثر ما ييجي اليوم إحنا منكون عندنا الاقتصاد من أحسن ما يمكن والدول المتقدمة الاقتصاد عندها بيكون سيئة التضخم عندنا بيكون برقم بيكون كويس يعني برقم أقل وبدول ثانية بيكون والله مرتفع بدول عظمى يعني هذا بدي يكون فيه تناغم بين كل الدول فاليوم ما تيجي تقول أنه الأردن وهي يتبه لها جلالة سيدنا الله يطول عمره الرؤية الاقتصادية هاي تحديث الاقتصادي لقدام للسنوات القادمة لازم يصير فيه شيء لكن اليوم الدول المجاورة الدول العظمى هناك مشاكل يا جماعة الخير اليوم تيجي الأردن بيكون عندها بحبوحة وما يكون عندها عجز وبيكون عندها سياحة وبيكون عندها زراعة يعني ولي يمكن يكون هذا الحكي بخضم الظروف الموجودة الحالية الظروف اليوم مش بقدر أصرف على السياحة جوئية زيادة أنا مستعد أخي أنا أستدين للسياحة والزراعة وأنا أعلم أنني في المستقبل قريب سأحصل على نتاج هذا القرض احنا اليوم من الداين عشان تفع رواتب سيدي فيه برنامج سياحي الواحد وسبعين مليون اللي إحنا بنحكي عنهم لتنشيط السياحة بكفوا آه أو لا بكفوا 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 لتنشيط السياحة بهذه المرحلة يا دكتور بهذه المرحلة دول سياحية جيراننا مش بعاد أنا ما بدلت شبعد يرصدون وهم دول سياحية ومقصد عالمي برصدوا أكثر منه كثير خليني أحكي شغلة فضل اليوم إحنا هذا اللي بنحكي اليوم إحنا نستدين أنا ما عندي مشكل أنا بستدين مشان إحنا مشان النفقات الرأسمالية مشان يكون في عنا عائد من هاي المشاريع اللي راح تصير بس بدي أحكي شغلة بموضوع يعني عنا فاتورة الوزارة التربية إحنا عم بتكلفنا مليار و 363 مليار هل إحنا راضين عن المخرج التعليمي لوزارة التربية والله ما بتلاقي أحكي بحثوا أقول لك نفسه من اللي بيشتغلوا بوزارة التربية المعلمين راضين عن رواتبهم بوزارة التربية طيب وزارة الصحة مليار و 200 مليون بتكلفنا الفاتور الصحية بين خدمات طبية و وزارة الصحة مليار و 157 مليون هل إحنا راضين لو جيت على أي أردني قل له أنت راضي عن الخدمات الصحية اللي بتتلقاها من المستشفيات الحكومية نتزغر كتافنا ما بنزغر كتافنا ما بزغرها لا أنا ما بنزغر كتاف أنا أنا بقول لك اليوم أنا بحكي عن حالي أنا بحكي نزغر كتافنا لأنه التأمين الصحي اللي موجود بالخدمات الطبية و وزارة الصحة أنا بحكي هل إحنا اليوم نعطي أمثلي وين نصرف الموازنة وين لازم نصرفها أنا بقول لك لو صرفنا هذه النفقات فعليا لو انصرفت على إدارة كفؤة المليار و 200 مليون بتغنيني أني أروح أنا على المستشفيات الخاصة بتغنيني أني أنا أشيل من دخلي أنا كصاحب الدخل المحدود و لما ما أوخذ الخدمة الصح بروح بشتريها تغنيني أني ما روحش أدفع بروح بحط أولادي بالمدارس الحكومية ما بأخذهمش أنا على القطاع الخاص إذن اليوم بصير عندي وفر لكن اليوم أنا مش عم بشكك أنا بقول لك أنه هاي الأرقام اللي إحنا عم نتفحها في ظل التراه والإداري أنا بأعتقد إحنا بسه عم ننزل ومش يعني مش عم نتقدر إحنا عم نرتعنا وراء أنا اليوم أنا اليوم المهم أنت تقولي 71 مليون قديش من الموازن نثبتهم هذون السياحة السياحة قديش نثبتهم هذون نسبة ضئيلة بس بالأعشار بالمئة بس إحنا مع أنه القطاع السياح إحنا موقعنا يسي طيب مش معقول هذا مش مخصص له أنا موقعنا تسمح لي تسمح لي موقعنا الجغرافي والسياحة الدينية والسياحة العلاجية العلاجية والسياحة بكل أنواع موجودة والعدد قاعد بيجي بالألفين وتسعة عشر خمس مليارات كان دخل الأردن من السياحة لكل الشركات هذا يعني أن السياحة موجودة وما عندنا مشكلة بالسياحة المشكلة صارت بكورونا الآن من شاني خصص ترى واحدة سبعين مليون إذا أنا عندي داخل بيجي خمس مليار متوقع من السياحة كنت أحققه حققته ما بحكي ألقاب من الخيال حققته بخصص أنا لدعم لتنشيط السياحة في أردن واحدة سبعين مليون الدول التي أعادت سياحتها إليها يا دكتور صرفت ملايين مئات الملايين عشان يترجع السياحة وترجع دخلها لبلدها الدول اللي أخذت قارفز في الشأن الزراعي خصصت أموال طائلة للزراعة لدعم المزارعين إحنا الغور بدون نفض نعترف ونحكي الصح صح؟ صح؟ أخصص أموال أدعم مزارع الغور وأدعم الغور وأخلي لي سلي غذائية حقيقية للمنطقة هذا الكلام مش عم بسير وإحنا كلنا في الموازنة وأردن إنت بتقدر تعطيني رقم الزراعة في الموازنة يا دكتور أعطيني رقم واحد للزراعة في الموازنة الخطة الزراعية يقوم بها وزير وبكرة إذا روح رح توح صح؟ صحيح؟ إحنا إجانا وزير بدي يشتغل في الزراعة صح؟ إحنا إجانا وزير بدي يشتغل على الزراعة بروح الوزير بشتغل على الزراعة بيتنام من وزارة إذن اليوم إحنا فعليا بحاجة لحكومة برامج إحنا بدنا برامج برامج للسياحة يكون عابر للحكومات بدك يكون في عندك أنت برنامج للسياحة برنامج أكون واضح للمعالم إحنا ما بصير أنه أنا يعني الميتين واثنين وستين مليون لو زتيناهم بمشروع واحد فعلا نقول السنة هاي إحنا بدنا سنت الزراعة ونصرف ونعمل نمو من مكن القطاع الزراعي مكننة الزراعة اليوم الأردن كان هو سلة الغذاء بالمنطقة الغور غور الأردن كان هو سلة الغذاء بالمنطقة اليوم عنا أقول لك أنا بدي أحكي لك عنا أراضينا إحنا بالرمثة اتحولت خلال الخمس سنوات الماضي إلى أراضي زراعية لكن اليوم ما في عندك اليوم كل اللي عم بنصرف ضمن الإمكانيات المحدودة لنموه مين اللي عم بيشتغل فيها إذن يا دكتور نضع بين يديك اليوم ملف الزراعة و ملف السياحة المبلغ المخصص للسياحة نضمن فيها القطاع السياحي نشغل على السياحة نشغل على السياحة في السنتين الماضيات حرام حرام خلوا هالقطاعات تشتغل خلوا البلد تشتغل في اللي بتقدع عليه قطاع زراعي واعد و قطاع سياحي واعد عكسوهم في الموازنة قطاع السياحة وإلا بلاش نقول لا بدنا نسجع سياحة ولا بدنا نكون سلة أغذائية للمنطقة وهذا شأن حتى في الرؤية الاقتصادية السياحة و الزراعة ذات مكانة مهمة جدا هل نعكس ذلك على الموازنة؟ لا القطاع السياحي و القطاع الزراعي هم القطاعات الواعدة اللي من خلالهم فعلا منحقق النمو لكن بدك تمكن هاي القطاعات اللي بخوفني اليوم تنام الدين العام و روحوا على النفقات الجارية اليوم أنا إذا بدي زيد الدين علي بس بالنفقات الرأسمالية أكبر الدول بالعالم دينها بوصل 187 بالمئة لكن هاي الدول عندها دخل دخل سؤال سريع الهيئات المستقلة شو وضعها في الموازنة المدمجة؟ صيد الهيئات المستقلة العجالة بدقيقة الهيئات المستقلة نه مكثار ننزلتوهم شوي شوي كل واحد زادت حب بهيك نحن نتمنى من الحكومة أنه الهيئات المستقلة هذي تتقلص عددها تدمج إلى الوزارات الأم باستثناء عدد محدود اللي بتظل الهيئات المستقلة لأنه ما بنقدر هاي ندمجها على الوزارة الأم هاي الكلف عاش أنتو تتمنوا يا صاحب تسمعن أنتو ما بنفعن تتمنوا والله ياخو شو ما نسوي أنتو يا دكتور عندكم قرار تصرفوا شو ما نسوي أنتو أصحاب النواب أنتو النواب أنتو الجهة الرقبية والتشريعية هذا كله مقر بأنظمة وقوانين وقفوهم إن شاء الله سيدي هذا عمل حكومي لكن احنا باللجنة المالية ومجلس النواب دائما ضاغطين بأنه الهيئات المستقلة أنه عددها يقل ونزلت ونزلت عددها لكن كمان كانت سبعة وستين أربعة وشرين الآن ويمكن كمان ما تزيدوش مصريهم هيك تسمح لي تسمح لي صح يا دكتور لا يوجد عجز بالهيئات المستقلة لكن هناك لا ستنزفوا يا سيدي من خزينة الدولة تسمح لي بعجالة أرجوك حاضري لا يوجد عجز إلا بوزارة المياه وبالشركة الوطنية اللي هي نبكو كهرباء كهرباء هذول العجز اللي موجود فيهم لو موجود عجز تسبي الهيئات المستقلة من هذول الهيئاتين لكن لكن القربيين كلهم بقول لك هاي الهيئات شو بتسوي بشان يك بدنا شيئا بدنا أو بدنا كنوا واضحين هاي بدنا إياها وهاي بدنا شيئا وهاي بتشتغل هاي بتشتغلش بس بدي أضيف أقل من عشر ثواني إحنا لما بتسأل بتقول الواحد وسبعين مليون قليل الزراعة بدنا فلوس منين فلوس هذول نقدر ندعم لهذا إحنا بدنا فلوس ودفع هذول وقل لي بعد خمسة سنين بتلقى بس أنت قل لي أنت بتلقي النفق نعم وصرفهم صح إحنا سألهم القطاع الخاص أعطي القطاع الزراعي والسياحة القطاع الخاص شوفوا كيف بيصير وكيف بيصير وشو بيدخل على الخزينة ديوفي الكرام أنا وقت امتهى شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا شكرا